أهلا بكم أحباء الصغار مع قصة ماذا أفعل في فصة الخريف فصة الخريف هو من الفصول الأربعة في سنة الخريف الشتاء الربيع والصيف هيا بنا لنتعرف على هذه القصة في فصة الخريف تفتح المدارس أبوابها هذه أبوابة المدرسة وهؤلاء الأطفال نزلوا من الباص وتوجهوا إلى المدرسة في فصة الخريف تصفر أوراق الأشجار عندما تصفر أوراق الأشجار تتساقط على الأرض في فصة الخريف تتساقط أوراق الأشجار وهذا فادي يقوم بجمع الأوراق الصفراء والبرتقالية ويضعها في العربة في فصة الخريف يحرث الفلاح أرضه إذن الفلاح يحرث الأرض ليزرعها بالبذور في فصة الخريف يكون التقص باردا وهؤلاء الأطفال يرتدون الثياب السميكة في فصة الخريف تهب رياح قوية وهذه الرياح تعصفه في فصة الخريف أرى الغيوم الرمادية في السماء هناك الكثير من الغيوم الرمادية في السماء ويكون التقص غائم في فصة الخريف تهاجر الطيور إلى البلاد الدافئة هل أعجبتكم هذه القصة؟ هيا بنا لنتعرف على عناصر هذه القصة أحدد عناصر القصة العنوان الزمن المكان قصة ماذا أفعل في فص الخريف؟ هل أعجبتكم أحبائي الصغار؟ مشاهدة ممتعة وإلى اللقاء مع قصة جديدة وفيديو جديد إلى اللقاء أحبائي ترجمة نانسي قنقر